بإمكان المغرب الاعتماد على فرنسا في قضية الصحراء التأكيد لبغينو فوكس النائب البرلماني الفرنسي عن حزب الحركة الديمقراطية فالمغرب شريك استراتيجي موثوق والنزاع حول الصحراء طال أمده بما فيه الكفاية وينبغي وضع حد له يضيف البرلماني الفرنسي في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء وقف بغينو فوكس في هذا الحوار على الجديد البارز في نزاع الصحراء المفتعل وهو اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء موقف اعتبره مبادرة جيدة للغاية وخطوة ينبغي مواصلتها ومصاحبتها نحو تسوية هذا النزاع وأكد البرلماني الفرنسي المنتمي للأغلبية الرئاسية أن فرنسا تتبنى اليوم موقفا مماثلا جدا للموقف الأمريكي وترغب في إدراجه ضمن مقاربة متعددة الأطراف وهي تعمل في هذا السياق من أجل اعتراف الهيئات الرئيسية في العالم مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا المسلسل وأعاد النائب الفرنسي التأكيد على أن بلاده لا تزال تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب حلا عادلا وواقعيا ومستداما لتسوية نزاع الصحراء معددا تجارب فرنسا مع حركات جهوية وانفصالية في كورسيكا والألزاص وكاليدونيا الجديدة وغيرها منوها بقدرة فرنسا على إدماج حركات ذات هويات أكثر تجذرا في إطار أمة واحدة